وفي تطورات الوضع بفلسطين المحتلة أصيب فلسطينيون اليوم برصاص قوة الاحتلال الصهيوني بمدينة نابلس بظفة الغربية كما سشهد أمس شاب فلسطيني قرب مدينة جنين بشمال الظفة فيما أصيب في وقت سابق خمسة آخرون من بينهم ثلاثة أطفال في تجدد الغارات الجوية على قطاع غزة الذي يسوده هدوء حذر بعد سيران وقف اطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني ودخوله حيز التنفيذ الليلة الماضية